بعد سنوات من سرقته على يد الميليشيات تعود إلى الواجهة قضية سرقة معدات مصفى بيجي النفطي حين أعلن رئيس الحكومة الحالية محمد الشياع السوداني استعادة جزء من المكائن والمضخات التي نهبت وسط صمت الحكومة وإنكار الميليشيات لأي صلة بالقضية اكتفى السوداني بإعلان استعادة مواد المصفى المنهوبة بالتعاون مع مواطن غيور بحسب وصفه دون أي تفاصيل عن الجهة المتورطة بالسرقة ليضع نفسه في موقف محرج أمام ضغوط شعبية متصاعدة تطالبه بالكشف عن هوية سارق معدات مصفى بيجي رافضة الرواية التي قدمها بشان هذا الملف ويأتي هذا الإعلان في سياق الترويج للإنجازات الوهمية الزائفة للسودان كما حصل في قضية سرقة القرن أصابع الاتهام في سرقة المصفى وتهريب معداته بهدف إيصالها إلى إيران عن طريق كردستان تشير إلى ميليشيا كتائب الإمام علي وميليشيا العصائب التي يعد زعيمها قيس الخزعل أحد أبرز أطراف الإطار التنسيقي الذي يقود الحكومة الحالية ومن هنا تأتي التغطية على الأطراف التي سرقت المصفى وعن الجهات المستفيدة من تلك العملية إلا أن مصادر مطلعة أكدت على أن معدات مصفى بيجي النفطية تم نقلها عام 2015 إلى إيران بشكل كامل من قبل ميليشيات الحجد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد قال إن أحد فصائل ميليشيا الحجد هي من سرقت معدات مصفى بيجي وباعتها بمائة مليون دولار لتاجر كردي مبينا أن هناك أجزاء ومعدات أخرى بيعت إلى أشخاص وجهات في إيران مرجحا أن يكون الدافع الأساس وراء سرقة المصفى هو عرقلة إجراءات تشغيل المصفى لأطول فترة ممكنة لضمان استمرار استيراد الغاز والمشتقات النفطية من إيران مسرحية سرقة مصفى بيجي وسرقة القرن وغيرها من عمليات الفساد الكبرى تشير إلى سيناريوهات يكتبها الاحتلالان الأمريكي والإيراني وتنفذها الميليشيات بأدوار مختلفة مدفوعة الأجور من خزينة العراق ودماء العراقيين